طيب رحوا لأنا طبعا هرجع أكيد كل شوية على منتخب مصر وعلى اللعيبة أكيد لأنه زي ما عارف المعسكر انطلق خلاص إن شاء الله بإذن الله وعندنا أمال كتير معلقة فيهم يعني رأيك إيف رحيل كريستين جروس ومن بعده قدوم من كابتن خالد جلال وقت عادلين لنادي الزمالك في بطولة الدوري حرس والإنتاج طيب الإنتاج من اللي كان بيدير لا 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 الانتاج جروس وكان في الوقت ده في التوقيت ده النادي الآهلي عامل مشكلة إن يتعادل مع النادي الإسماعيلي ودلوقتي بقى فيه فرصة للنادي الآهلي واحدة بس إن لو كسب ماتشاته كلها لازم يكسب الزمالك عشان ياخد دور والزمالك كان له فرصة ايه؟ يتعادل أو يكسب مظبوط طيب اللي أدار مباراة الإنتاج الحربي جروس اتعادلنا صح؟ على بالآية أصبح دلوقتي النادي الآهلي هو اللي له فرصة ايه؟ يتعادل يكسب والنادي الزمالك مقدموش ايه؟ فرصة واحد فرصة واحد الراجل ميشي جي بعدها بـ 48 ساعة خالي الجلالة وإحنا هنا عشان نتكلم بنتكلم بمبدأ أنا عايزه يمشي من البداية وأنا بقول للمستشار مرتضى لو هو كان من البداية من أول ما خسر البطولة العربية وكان ماشاه الزمالك كان خد الدوري من بين الدورية وكان خد بطولة أفريقية دي مستريح بعد العذاب اللي إحنا شفنا ده بدليل إن لو الراجل ده يا ربنا كان ريض له خير كان كسب في النهاية ثلاثة أربعة كان ساقيته كله هيعمل إيه؟ عنه نهاية يا كابتان اللي هو الكونفدرالية بتاع نهضة بركاة أخذ البطولة يا كابتان ما عليش أنا أختلف معك بقى أنا أختلف معك أولا نهضة بركاة مش هي النجم الساحلي اللي ما عندهش الخبرة وما عندهش التتويج اللي هو كل سنة سواء بها الكونفدرالية أو دوري أبطال أفريقيا أو لا عليك وأنا عارف أنك منصف الزمالك كسبان الهلال السعودي في عز قوته أيوة كان ساعتها لعيبت الزمالك وقف على رجلها أبراهيم ده كان لسه في أول موسم هو من اللي كسبه ما عليش يا كابتان ردق أنا أسألك سؤال هو إحنا ليه مش عايزين ندي للرجل ده الكريد ما خد 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 يعني أنا أنا بسي خد وضيع يعني إحنا لما خد هتدي له الرصيد بتاعه لا 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 ما عليش أنا أختلف بقى معك هنا لعبت الزمالك السنة دي تختلف عن أي موسم يا أبراهيم عندك حق واللعيبة دي ولعيبة رجالة لو مع مدرب تاني أولا هتاخد السوبر عادي هتاخد الدور عام عادي هتاخد كاس مصر عادي هتاخد الكونفدرالية دي عادي هتلعب على السوبر سواء المحل أو المصر ليه ليه إحنا مش عايزين ندي للرجل خلاص ممكن تكون المرحلة انتهت ما خلاص الكتب بإسمه يا أبراهيم ليه بقى ليه إحنا ليه إحنا مش عايزين ندي للرجل حقه ما ندي له حقه خلاص وشكرا ومتشكرين وخلاص وتشكرين يا عام خلاص تاهت القص ليه ليه أقصد الغالبية العظمة مش عايز تدي للرجل الكريدت بتاعه يا عام مبروك وإنت كسبت الزمالة بطولة وإحنا مبسوطين كمصريين إن انت كنت مع نادي الزمالك وشكرا خلاص تأقفت بين الطرق وسط يعني دي هي المشكلة؟ بتخيل إنه طب المشكلة إنه خسابك متعادل وبعد ما كان ليك فرصتين بقى ليك فرصة واحدة واخدالك وماتش على فكرة خالي الجلال وأنا قلت قبلها بيوم في مدخلة قلت أولاً إحنا ما بنساندش خالي الجلال عشان خالي الجلال إحنا بنساند أصلاً نادي الزمالك عشان الفترة الأخيرة دي إنه كان يستاهل تأغدالك فمش أي حد بس عشان الناس اللي هي إيه أصحاب المواقع اللي هي بتكتب وبتستفيد وبتاخد فلوس والكلام ده اللي هي شتمتني وشتمت خالد الغندور وشتمت مرتضى منصور معلش شكرا خلال دا أنا هنا بس هحط نقطة أنا لا أتهم أي شخص معلش أنا معلش أنا أتهمت حد أنا بقولك الإيه معلش أي مستاند ده أقول على أي حد إنه راجل بياخد فلوس لأنه ده اتهم أنا لا أقبل آه في مواقع بتاخد فلوس عشان تشتم رضع بعاله وتشتم خالد الغندور خلينا أتكلم عننا كنتا مليش دعب حد تاني خلينا أتكلم عننا هم إحنا التلاتة أو الأربعة لا أخير يتكلم عننا كنتا طب بيشتمين أنا ليه يمكن عشان خاطر إنت كنت شايف من وجهة نظرك إنه كريستان جروس يرحل اختلاف فجات النظر طب هم قبلها باسبوعين لما أمير قعد معاه والراجل رفض قعد يشتمه أمير مرتضى منصور إن إنت إزاي تجدد لراجل ده ما عندوك فكرة هي المواقع دي طيب خليني أتجاوز الموضوع لفكرة أعمق شوية بالنسبة للزملكوية هم شايفين إنه فكرة رحيل جروس في الوقت ده يعني آه كان ممكن تستنى لحد نهاية مرضيش الراجل مرضيش هو اللي مرضيش ها طبعا هم عارفيني الكلام ده هم هو الراجل مش انتهاء قعده يوم تلاتين خمسة هم مجددش ليه قبل يابو اسبوعين لما قعد معه أمير شهر وقالوله شهر بعد البطولة الأفريقية يعني البطولة الأفريقية والبطولة وبعد البطولة الأفريقية خمسة شهر يوم اللي هتلاعب فيهم التلات مرضيشات صح هم هو مرضيش ليه لإني ماضي بقاله شهرين في السعودية كان مخلص في السعودية طبعا دلت دي حاجة أنا دلوقتي بقولك يا إبراهيم تعالى قعد معايا المرضيشين اللي جايين دولة انت قلت لي لا مش هعر أعمل معاك إيه لا خلاص لو هو الموضوع كده ما هو كده بصلك بتردأ أنا ما عنديش أنا ما بررش الحد وما بدفعش عن حد بس أنت المعلومة دي أنا من شهرين أحمد درويش وإسلام قالوا لي خلي بالك الراجل مضى بتاع نادي الزمالك في السعودية وأنا ما صدقتش للسبب لأنه بطولهم للسه عنده الكونفيدرالية الحقيقة الحقيقة وبكل أمانة بعد البطولة الكونفيدرالية بيوم كان عندك أحمد حسين ميدو مميدو عنده علاقات كبيرة جدا وبتاعه وقاعد كان قاعد دام زي بحكمة قاعد كده وسألته على كيستانجلوس قال لي الراجل ماضي قال لي ماضي بره أيها ما الكلام ده بقول لك قبلها بشهرين ده للأمانة ده أنا بقول لك قبلها بشهرين واحمد درويش حقيقة ورزقه هو إسلام هم اللي قال لي وعلى فكرة أنا مرضيش ساعتها أقولها لأن أنا مش عايز أعمل بلبل أنا ما شفتش للعقد ولا شفت إنه هو وقع ولا ما وقعش نعمل له طريقة لعبة جديدة والكلام ده دي رقم واحد رقم اتنين فيه لعبة قبل الماتش بساعة دخلوا لكابتن خالد جلال ثلاث لعبة كهربا وعبدالله جمعة ومن الثالث هو أوباما دي معلومة بقى اللي أنت بتقول لها أيوة أيوة لو عايز تعمل مداخلة مع خالد يعمل لك ماشي قال لك كهربا أنك الرجل ورم والدكتور قاعد يمين شمال قال له لأ مصابه مش هيقدر يلعب أوباما كهربا عنده كادمة وخالد جلالي تكلم معاه وضغط عليه حتى لو أنت لاحست أن كهربا وأول مرة تحصل ياخده كورة ويجري يعد منك وبعد ما يعد منك أنت تحصله وتاخده منه تاني لأن الكادمة كانت مكلبشة الحتة اللي هي الأمامية بتاعت العضلة الأمامية فعشان كده مش قادر يعمل كويس طبعا عبدالله جمعة قال له أنا مش هلعب أنا مرهك والكلام ده قال له تبعوض معاه على الخط ولو احتاجتك هنزلك خلاص يبقى أنت كده بتوضح للناس أنه ودي نقطة مهمة أوي يعني أنا بحقيك عليها بشكرك عليها أنك بتوضح للناس أنه كابتن خالد جلال الفكرة بالنسبة له ما كانش أنه هو ريح لعيبة بغرض أنه دي أوامر من الإدارة لا دي زلوح لعيبة أنا ما باستغل خالد جلال على فكرة شوفه أبيض ولزيز وشكله أجنابي والكلام ده على فكرة نرفز نرفز جدا ومبحبش حد يتكلم معاه في التشكيل ولا في اللي بتاع حتى هم الناس اللي مشيتوا برضو في الأول قال لك إيه خلي بالك أصل المستشار مرتضى هييفرض عليه التشكيل كابتن خالد جلال ده شخصية محتربة وأنا عرفت أنه شخصية محترب ليه إنت وعمله ليه عشان لقطتين والحاجات دي ما بتجذبش لقطة هو عندي هنا في البرنامج قلت له تيجي وكريستان جروس موجود قال لا الزمالك مش محتاج حد مع كريستان جروس التانية لما تم الإعلان على الموقع الرسمي النادي الزمالك أنه خالد جلال هيبقى مدرب عام بصلاحيات مع كريستان جروس الرجل رفض وإحنا كنا عادين هنا على فكرة أيوة رفض وقال أنا مش هعمل كده والرجل يكمل مسيرته ولما يبقى يرحل يبقى ييجي خالد جلال يأتولى المهمة عشان مصلحة نادي زمالك وقعتتين دول بالنسبالي وأكدوا أن الرجل ده شخص محترم وما عنديش أي شك في أنه يستحق المكان اللي هو موجود فيه ده عشان بس يبقى الرأي واضح وصريح الأهم بقى من الاتنين دول بقى يا عام أبراهي تفضل